إذا كنت عمالك تستخدم الـ BSPWM أو الـ X-Monat فأكيد بتعرف أنه هدول الـ Window Managers ما بيجي معهم بانيل أو بار ولازم أني ثبت أداة مستقلة أو بانيل مستقلة لحتى أملأ الفراغ بسبب استخدامي لهذه الـ Window Managers المينيمال أو البسيطة اللي ما فيها أي أدوات إضافية بحالة الـ X-Monat فأنا ممكن أني استخدم الـ X-Monat لأن الـ 2 سواء الـ X-Monat أو الـ X-Monat الـ X-Monat هم مكتوبين بالـ Haskell وبتفاهموا مع بعض أو بتواصلوا مع بعض بطريقة ممتازة وبشكل لا يعلق عليه أما بحالة الـ BSPWM فأنا ممكن أني استخدم عندي أكتر من خيار ممكن أني استخدم الـ Lemon Bar ممكن أني استخدم الـ Polybar اللي رح نحكي عنه وخاصة الـ Polybar لأنه كمان بتواصل مع الـ BSPWM خاصة فيما يخص الـ Workspaces بشكل ممتاز هلأ تثبيت الـ Polybar ممكن أني سبته على أي توزيع عمالي استخدمها لأنه موجود على كافة المستودعات فأنا لو كنت على Debian Ubuntu ومشتقاتها فرح قل له sudo apt install polybar لو كنت على Arch فرح قل له sudo pacman dash capital S polybar لو كنت على Fedora فرح قل له sudo dnf install polybar فعملية التنزيل هو بس مجرد اسم الحزمة رح يكون متطابق على كافة التوزيعات هلأ بعد ما نزلت الـ Polybar فأول شي لازم أني شغله فعله بكل تأكيد وتاني شي لازم أني أعمل عملية الـ Configuration هلأ بالاعتماد على طريقة الـ Login اللي عمالك تعملها سواء كانت عمالك تستخدم الـ Start X سواء عمالك تستخدم Display Manager سواء بدك تعمل عملية التشغيل الأوتوماتيكي أو الـ Auto Start مباشرة من Configuration المدير النوافذ فهذا الكلام أنت اللي بتحدده هلأ أنا بحال باعتبار أنه الـ Polybar بس بدي أستخدمه مع الـ BSBWM فرح أعمل عملية الـ Auto Start مباشرة من ملف الـ Configuration الخاص بالـ BSBWM فرح أقل له Veeam فرح أفتحه بالـ Veeam بالنانو بأي برنامج بدي أه فرح أقل له Veeam.config BSBWM BSBWMRC رح أجي لنهاية الملف مثل ما عملت نفس الطريقة لحتى أني شغل برنامج الـ KeyBindings كمان رح نفذ نفس الأمر للـ Polybar فإذا هذا السطر الأخير ما كان موجود عندي السطر الخاص بالـ SXHKD هذا السطر موجود عندي فأنا رح أعمله عملية نسخ وعملية لسخ رح أجي للـ SX إلى آخره وبدلها بالـ Polybar وبيجي كمان هون مرة ثانية وبدلها هلا أنا ليش عملت هذا الكلام بهذا الشكل؟ ليش قلت له أنه بيقرب وما بعرف شو داش X؟ لأنه إذا أنا بعد ما أعمل كل عملية تغيير بالـ Conflict الخاص للـ Polybar لازم أني أعمل إعادة تشغيل للـ Bar لحتى يشتغل هلا إذا أنا أعملت إعادة تشغيل للـ Window Manager فرح يرجع يعمل لي إنستانس جديدة رح يرجع يفتح لي البار الـ Polybar مرة واثنين وثلاثة كل مرة بيعمل إعادة تشغيل للـ Window Manager فبالنهاية رح أوصل يكون في عندي 30 أو 40 بار مفتوحين وهذا الشي رح يرفع استهلاك الرام ورح يرفع استهلاك المعالج بشكل أنا بغنى عنه فإذا قلت له إذا ما كان مفتوح البولي بار فتح ليها وإلا لا تعمل أي شي هلا بعد ما عملت هاي الخطوة هلا أنا طبعا ما رح أحفظ هاد الملف لأنه موجود عندي لازم إني شغل البولي بار فهلا أنا باعتبار إني بيستخدم الـ D Menu رح قل له بولي بار هلا متل ما اللي شايف بحالتي أنا طلع في عندي البار موجود بأعلى الشاشة بس شايف أنه يعني بشكل أوتوماتيكي أنا ما عملت أي شي عطاني معلومات أو عطاني output مباشرة ليش؟ لأنه أنا في عندي ملف configuration نزل عندي نزل مع الحزمة بحد ذاتها اللي هي حزمة البولي بار هلا هاد الملف أنا ممكن أني عدله بس يفضل إني انسخه من مكانه الأساسي لمسار الـ .config الموجود عندي فأول شي لازم إني أعمل مسار جديد للبولي بار ضمن الـ .config فكما رح قل له make.config polybar هلا أنا بحالتي ما عمل لي أي مسار لأنه هاد المسار موجود بشكل مسبق بس بعدين لازم اني انسخ ملف الـ .config اللي اجا مع الحزمة بحد ذاتها فرح قل له cp موجود هاد الملف موجود هو بـ .etc.polybar واسمه هو config.ini رح انسخه لل .config للبولي بار وطبعا الاسم رح يكون هو الاسم القديم فهلا لو اجيت للمسار رح قل له cp.config polybar لو عملت له ls رح شوف انه ملف الconfig .ini صار موجود عندي طبعا هلا أنا شايف انه في عندي ملف تاني اللي هو .back اللي أنا كنت عمالي اشتغل عليه او لعمالي استخدمه حاليا المعدل وليس الاصل فلو اشينا وفتحنا الملف الاصلي او الملف بدون تعديل . كمان باستخدام lvim رح قل له config فرح شوف انه هاد هو ملف الconfig الخاص بالبولي بار طبعا هاد الملف انا ممكن اني اكتبه من الصفر بس ليش لحتى عزب حالي طالما انه في عندي ملف جاهز وممكن بكل بساطة اني اعمل عملية التعديل عليه وهاد اللي رح نعمله هلا بهاد الملف مثله مثل كتير ملفات configuration انا في عندي اسطر اللي هي الكمنت اللي بتبتدي بالفاصلة المنقوطة اللي ما بيقراها البولي بار بحد ذاته بس في عندي اقسام او sections كيف معرف وين بيبتدي القسم ووين بينتهي القسم بيبتدي وقت اللي بيكون في عندي قوسين مربعين وضمن هون في عندي اسم معين ونهايته بتكون وقت اللي بيبتدي القسم التاني فالقسم الاول هذا القسم ما له ضروري ما له اجباري اللي هو colors بس محطوط لحتى ما اقعد حط ال color او اللون اللي بدي اكتب ال hex code كل مرة بدي عرف لون فشايف انه في عندي في عندي لون للخلفية في عندي لون للخط بحد ذاته في عندي ال foreground في عندي لون هو مسميه الاساسي ال primary وفي عندي اللون الثانوي فهو معرف لي مجموعة من الالوان طبعا انا اذا بدي غير هاي الالوان بغيرها بشكل اللي بدي وبعدين بيجي في عندي القسم الاساسي بهذا الملف اللي هو اعداد البار بحد ذاته طبعا لسه في عندي اقسام تانية بس بالقسم الاول اللي هو البار هلا هو محطوط جنب البار slash example لانه انا ممكن يكون في عندي اكتر من polybar مفتوحين بنفس الوقت اذا كان في عندي اكتر من شاشة اذا كان في عندي مونيتر اول ومونيتر تاني ممكن اني اعمل configuration للبولي بار يكون مختلف على المونيتر الاول عن المونيتر التاني او اذا كنت بدي اعمل ملف configuration خاص بالBSBWM وملف تاني خاص بالI3 على سبيل المثال فممكن اني عرف bar او عرف configuration بهذا القسم لكل واحد منهن وما في داعي انه يكون في عندي عدة ملفات مختلفة فهلا نحنا لو اجينا لا فيني خلي اسم الاكزامبل على حد ذاته بس رح نغير الاكزامبل للBSBWM وبعدين بدي يكون البار او بدي البانيل يكون اخذ كامل عرض الشاشة ولا بدي يكون بنص الشاشة ولا بدي يكون بس في عندي شوية فراغات على اليمين واليسار فانا بغير العرض بدي غير الارتفاع هلا انا هون شايف انه الارتفاع بالنسبة لشاشتي صغير جدا فانا رح غيره لرقم يكون مناسب رح نحط 48 بيكسل واذا كنت بدي اعمل يكون في عندي زوايا مدورة او rounded corners فراح غير الراديوس هلا الستة رح نقول انه رقم مناسب وراح خلي على حاله هاد اول تعديل رح اعمله خلينا نحفظ الملف لازم اني سكر البولي بار لازم اني اغلق البولي بار هلا انا هون في عندي سكريبت بدي منيو اللي بتسمح لي اني اغلق البرامج فراح اغلق البولي بار وراح ارجع افتحه مثل ما اللي شايف مباشرة انه الارتفاع تغير هاد هو التعديل الاول اللي ممكن انك تعمله ما عجبك لون البار فراح نجي للقسم اللي بعده اللي هو ال background طبعا نحن لسه موجودين بالقسم الاساسي اللي هو البر بهذا القسم في عندي ال background وفي عندي ال foreground هلا ال background لحتى اني غير اللون مثل ما اللي شايف هلا انا ممكن مباشرة اني احذف اشارة الدولار والقوسين اللي بعدها وحط ال hex code اللي موجود عندي فوق او باعتبار انه انا معرف الالوان بالبداية فمتل ما اللي شايف حاطت dollar sign وبعدين في عندي قوسين ضمن القوسين عندي colors اللي هي اسم ال section بحد ذاته بعدين عندي نقطة وعندي background اللي هو اول لون موجود او هو واحد من الالوان اللي موجودة ب section colors فلو ما بدي استخدم ال background على سبيل المثال بدي غيره لل foreground لنقول فهلا لو كمان حفظته لازم اني ارجع سكر ال poly bar وافتحه من اول وجديد فرح ارجع افتح ال poly bar رح شوف انه تغير عندي اللون من اللون الداكن للون الفاتح فانا كمان اذا كان بدي يكون في عندي configuration لل dark theme ممكن اني اعمل ملف جديد وممكن يكون في عندي ملف تاني لل light mode وغير بينهن بالاعتماد على سكريبت معينة يكون كاتبها لاني اقلب من ال dark لل light ويعني في عندي امكانيات لا متناهية طيب الشي التاني اللي شايفه بهذا الملف او بهذا البار انه حجم الخط صغير او انا بدي غير الخط لخط تاني فرح نيجي بنفس القسم لسانة موجودين بقسم ال bar رح ايجي لتحت رح شوف انه في عندي font-0 هاد لا نقول هو اخده بشكل افتراضي اخد خط المونو سبيس انا بدي استخدم خط موجود عندي هلا اول شي كيف ممكن اني اعرف شو هي اللخطوط الموجودة عندي او انا بعرف شو اسم الخط بس ما بعرف كيف بدي اكتبه بشكل الصح ضمن هاد الملف فلو فتحنا تيرمينال جديدة ورح اقل له الامر التالي fc-list بعدين الpipe وبعدين رح اقل له grab-i لحتى يعطيني ال upper case وال lower case يكون insensitive case insensitive وانا بدي استخدم خط الopen sense رح اقل له open sense فرح شوف انه رجع لي اسماء الخطوط او كل الopen sense اللي موجودة عندي هلا انا اللي بدي من هاد ال output بدي اللي موجود باللون الاحمر اللي هو open sense او اللي موجود اذا ما طلعت عندك الالوان او اللي موجود بعد النقطين اللي هو open sense فرح اجي لهون رح غير هاد الخط او هاد السطر فرح احسب كامل هاد القسم وضمن quotation mark رح حط open sense بعدين انا بدي اغير مقاس الخط بدي اعمله بحجم اكبر فرح اقل له نقطين فوق بعض ورح اقل له pixel size يساوي وبحط الحجم اللي بديه فلنقول بديه بمقدار 16 بيكسل هلا اذا صار في عندي مشاكل وطلع الخط مالو مالو center يعني ما جايه بنص البار فممكن اني ضيف خيار تاني رح حط فاصلة منقوطة وبعدها بحط رقم اللي رح يسنتر لي هاد الخط او هاي الكلمات بمنتصف البار فاذا قلت له اربعة بحالتي انا رح يشتغل بشكل جيد بحالتك انت بتجرب شو هو الرقم الافضل بالنسبة اليك فخلينا قبل ما نعمل اعادة تشغيل البولي بار انا كمان بدي اضيف دعم للاموجيز بدي يكون في عندي ايموجيز لانه خط الopen sense ما بيدعم الاموجيز او هو بيدعم بس البولي بار اذا ما حطت له الخط التاني الفعلي اللي بيستخدم الاموجيز ما رح يكون في عندي دعم ايموجيز طيب كمان كيف بعرض شو هو الخط اللي بيستخدم ايموجيز فرح نرجع للترمينال التاني وبنفس الطريقة بس رح استبدل الopen sense رح استبدلها باموجي فرح شوف انه رجع لي اسماء الخطوط اللي انا نثبتها اللي بتستخدم الاموجي اللي هو نوتو داش ايموجي اللي هي خطوط جوجل مفتوحة المصدر هي الخطوط مفتوحة المصدر طبعا الخطين سواء الopen sense ولا الnoto ايموجي هدول الاثنين لازم يكونوا نازلين عندك طبعا عفوا الخط اللي بدنا نستخدمه اللي هو الcolor ايموجي وليس الnoto ايموجي فهلا رح ايجي لتحت هذا السطر رح نضيف سطر جديد ورح اقول font داش واحد اللي هو الخط الثاني وكمان رح حط اسم الخط اللي حصلت عليه من الترمينال الثاني اللي كان noto color emoji هلا بحالة الاموجي مع البولي بار اذا تركتها بهذا الشكل ممكن انه تطلع عندي الاموجي بشكل او بمقاس عملاق 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 فانا لحتى حل هاي المشكلة رح قل له نقطين ورح قل له scale يساوي وبيدي حط رقم معين هذا الرقم الرقم اللي صغير معناه حجم كبير وكل ما كبرت الرقم رح يصغر الحجم فهو عملية عكسية فانا رح حط scale يساوي 6 لنقول وهلا نشوف اذا كان الحجم مناسب ولا لا طبعا بالخطوة الاولى ما رح تبين عندي الاموجي لاني لسا ما ضفت اي ايموجي بالبار العلوي بس خلينا نجهزه من هلا وكمان رح قل له السيمي كولن او الفاصل المنقوطة واربعة لتتم عملية السنترا بشكل صح خلينا نحفظ هاد الملف ونعمل عملية اعادة تشغيل للبولي بار فهلا شايف انه الخط تغير صار بحجم اكبر طبعا لسا مثل ما حكيت ما في عندي اي ايموجي بس صار هو ال اوبن سانس والحجم صار اكبر طيب هلا مثل ما اللي شايف انه انا في عندي اوتبوت موجودة على يسار البار وفي عندي ويدجيت تانية او بحالة البولي بار اسمها موديولز موجودة على يمين البار هاي كيف انا بحدد مين اللي بديه يكون على يمين ومين اللي بديه يكون على اليسار فخليني بالبداية اغلق الترمينال التانية لانه ما عاد بديها لو اشيت لا السطر اللي بعد الفونتس مباشرة رح شوف انه في عندي موديولز داش لفت وموديولز داش رايت اللي هنه سطرين وراء بعض مباشرة فشايف انه بحالة الليفت او اليسار في عندي الـ X Workspaces وفي عندي الـ X Window وبحالة الـ Right في عندي عدة موديولز هلا هاي الاسماء من وين جايه هاي الاسماء موجودة تحت اللي هي موديولز اللي هلا رح نتعرف لها اللي هي انا في عندي الـ X Workspaces مثل ما شايف انه هون ابتديت بسكشن جديد بقسم جديد لانه في عندي اقواس مربعة فهذا هو الـ X Workspaces اللي موجود عندي بالقسم اللي فوق هلا اللي هاد بيشتغل بشكل ممتاز مع الـ BSP مثل ما شايف انه هاي اسماء الـ Workspaces اللي موجودة عندي هلا مثل ما شايف انه في عندي الـ X Workspaces مثل ما حكيت بالبداية انه هاد موجود وبعدين في عندي X Window اللي هو اسم النافذة اللي انا موجود فيها حاليا هلا هون انا هو عاطيني الزيشيل بس هي الترمينال اللي انا فاتحها لو اجينا فتحنا لنقول الـ Brave فرح شوف انه غير ليه لاسم النافذة المفتوحة انا فاتح على الـ GitHub الخاص بالـ Bully Bar مباشرة لانه هلا رح نروح لكيفية تخصيص الـ Modules بدي غير الـ Background بدي غير الـ Foreground بدي غير الـ Options اللي معروضة فيها بدي غير الـ Underline او الخط اللي موجود تحت الـ Bar تحت الـ Module مثل ما شايف هون انه في عندي خط اصفر موجود تحت اسم الـ Workspaces فلو اجيت بالـ GitHub لقسم الـ Documentation جيت للـ Documentation رح شوف انه على خلينا نكبر حجم الشاشة رح شوف انه على يمين الصفحة في عندي الـ Modules اللي هاي مبنية من ضمن الـ Polybar وممكن اني استخدمها مباشرة هلا بعدين كمان رح نشوف كيف ممكن اني ضيف سكريبت خارجية او موديول خاص فيي انا في عندي سكريبت بتعطيني Output معين بدي ضيفها للـ Polybar كمان عملية الإضافة بغاية البساطة والسهولة فهلا لو اجينا مثلا لا خلينا ناخد واحد من هدول الأمثلة اللي هو حجم او الـ Hard المستخدم عندي او المساحة المستخدمة فرح شوف انه في عندي الـ File System موجود بأحد هاي الأقسام اللي هو الـ File System لو ضغطت عليه رح شوف كيف ممكن اني عدل هذا الموديول فلنقول انه انا بدي غير المكان اللي عماله يقرأ الحجم عليه هلا هو بشكل أوتوماتيكي اخذ الـ Route Directory لو بدي غيره لا بس اني شوف قدي المساحة المستخدمة على Partition الـ Home بغيرها على Partition الـ Fire بغيرها فبهذه الصفحة رح يعطيني شو هي الـ Options اللي ممكن اني اعملها لأي واحد من الموديولز اللي موجودة عندي فهلا هدول مثل ما حكينا الـ Type هو Internal لانه هو موديول مبني من ضمن الـ Polybar والـ FS اللي هو اسم الموديولز ضمن الـ Source Code الخاص بالـ Polybar فهلا نحن هدول ما رح نغيرهم انا بدي ايجي للـ Additional هلا بقسم الـ Additional انا اللي بدي اعمله انه بدي اغير الـ Background او الخلفية فهلا متل ما اني شايف بهي الصفحة فانا ممكن اني اعمل فورمات Dash Mounted وبعدين اعطيها Option تانية لنقول انه بدي اغير الـ Background اللي خاصة بالمساحة المستخدمة فلو اجينا لما لف الـ Config و اجينا للقسم او الـ Section الخاص بالـ File System رح ايجي لتحت الـ Label Dash Mounted و رح اضيف سطر جديد رح اقل له رح اقل له Format Dash Mounted Dash Pack Ground يساوي و بدي اضيف اللون اللي بدي استخدمه مثل ما حكيت بالبداية ممكن اني مباشرة اضيف الـ Hex Color او ممكن اني استخدم واحد من الالوان اللي كنت معرفها بالبداية هلا لو اجيت لهذا السطر اللي هو موجود بقسم الـ WorkSpaces و رح انسخ نفس اللون اللي موجود بالـ Foreground او بالـ Background اللي موجود بالـ Background هون رح انسخ هذا الكلام و رح اضيفه لقسم الـ File Systems و رح اقل له عملية لثق رح نحفظ الملف و نعمل اعادة تشغيل للـ Polybar رح شوف انه بحالة الـ File System او المساحة المستخدمة صار اللون عندي هو نفس اللون اللي موجود بحالة اسم الـ Workspace اللي موجود انا فيه طيب لنقول انه بدي اغير او بدي اضيف Underline ما رح نضيفها للـ File System و انما رح نضيف الـ Underline للـ Volume او لمستوى الصوت فرح نجي مستوى الصوت بهذا الملف اللي اسمه الـ Pulse Audio اللي موجود تحته مباشرة فرح اجي هلأ انا قبل من اغير حجم قبل من اغير لون الخط اذا كنت بدي اغير الاسم هلأ انا شايف انه هون مكتوب في عندي فول وبعدين المستوى الصوت اللي عندي من وين جاي؟ جاي من الـ Prefix اللي موجودة بهذا السطر فلو اجينا لصفحة الـ Polybar و اجينا للـ Pulse Audio رح نشوف كمان انه بالـ Additional Format كمان في عندي Format-Volume وبعدها ممكن يكون في عندي اما الـ Foreground الـ Underline فلو اجينا لهذا السطر و رح نقل له رح اجي لهون و كمان رح ااخدها رح قل له Format-Volume-Background يساوي و كمان رح ااخد نفس الكلام اللي كان موجود فوق اللي كان هون هاد رح اعمل له عملية نسخ و رح نجي لهون و نعمل له عملية لسق بدي اغير الـ Underline بنفس الشكل رح انسخ هاد السطر اعمل له عملية لسق و رح غير الـ Background للـ Underline وبالنسبة للخط المستخدم انا بدي احط خط اللي Primary اللي هو Primary كمان رح نحفظ الملف و نعمل اعادة تشغيل فهلأ متل ما اللي شايف انه الـ Volume صار في عنده نفس الـ Background اللي مستخدمة بالـ Workspaces و صار في عندي الـ Underline اللي موجود تحت طيب لنقول انه انا هاد اللون ما عجبني بدي استخدم لون ازرق فرح نجي و نقوم له الـ Hage وبعدين اللون الازرق اللي كان F00000 FF هاد لون ازرق بالكامل فهلأ متل ما اللي شايف انه تغير للون الازرق فانا مالي مقيد اني استخدم الالوان اللي معرفي فوق ممكن اني حط اللون مباشرة بالقسم اللي انا بديه طيب خلينا نشوف كيف ممكن اني ضيف ويدجة جديدة او موديل جديد لسكريبت موجودة عندي انا في عندي خلينا اوشي نطلع من هاد الملف انا في عندي سكريبت موجودة بـ .local bin اسمها Packages اللي بتعطيني عدد التحديسات الموجودة وبتعطيني عدد البرامج اللي او الحزم اللي نازلي عندي رح شوف انه الـ output تبع هاي الحزمة اللي رح يكون هو عبارة عن emoji لانه بدنا نستخدم emojis لنشوف رح تشتغل ولا لا وبعدين التحديسات المتاحة وعدد الحزم الاجمالية هاد الكلام بتضيفه للبار اللي عندي او للبولي بار فلا هاد السبب رح نرجع نفتح ملف الـ config فلا حتى اضيف هاي السكريبت للبولي بار لازم اني اعمل موديول جديد او سكشن جديد ممكن اني ضيف هاد السكشن او القسم بأي مكان بديها بس انا رح ضيفه فوق الـ xwork spaces فرح ايجي وضيف سكشن جديد رح يقول له موديول طبعا لازم يكون موديول ورح اعطي اسم اي اسم بديها انا رح سميت shake updates بعدين سكر القوس المربع بعدين بالنسبة للـ type كيف رح اجيب اسم الـ type اذا رشعت لصفحة البولي بار على الـ github واجيت بالقسم اليمين الـ modules جيت دورت على الـ script رح شوف انه لحتى تعرفها رح يكون الـ type هو custom script فرح اخذ هاد الكلام ورح قل له بعد الـ type يساوي custom script وبعدين لازم اني اعطيه اما المسار الكامل لـ script بدي نفذها او بس مجرد اسم الـ script اذا كنت ضيف المسار للـ path اللي عندي فلنقول رح قل له EXEC يساوي domain quotation رح قل له $ home انا الـ script موجودة عندي مثل ما حكيت بالـ .local bin وكان اسمها packages رح سكر الـ quotation وبعدين بدي حط له interval لكل الـ day لازم انه يعمل عملية refresh او يشيك على update فرح قل له interval هذا الرقم رح يكون بالثواني انا بدي اعمل عملية التشيك كل ساعة فهي 3600 ثانية وهلا بعد ما انشأت الموديول طبعا لسه لازم اني ضيفها للأقسام اللي موجودة عندي لازم اني ضيفها للـ bar لانه لسه انا ما ضفتها فانا هاي الموديول او هاي الـ script وين بدي حطها بدي حطها على يمين البار فلو اجيت لبداية الملف او اللي شرحنا فيه وين من ضيف الـ الموديول انا بدي ايها تطلع قبل الفايل سيستيم فبهذا الكلام انا فبهذا السطر اللي بدي انسخه هو هاد الاسم التاني او الاسم اللي انا حطيته للموديول اللي عندي وحطه بهذا السطر فرح قل له check update ضفتها لهذا السطر هلا لازم اني ارجع وعيد تشغيل البولي بار هلا متل ما انا شايفين طلعت عندي السكريبت او طلعت عندي الموديول وشايفين انه الايموجي اشتغلت بشكل صح لانه انا عرفت الخط اللي بيستخدم الايموجي وحطيت له السكيل الصح خلينا نغير هذا السكيل نحط رقم واحد او خلينا نحسفه بالكامل خليني احزف هاد الكلام ونشوف كيف رح يطلع الايموجي اللي عندي فاذا عدد تشغيل البولي بار طبعا مسا هاي السكريبت تاخد وقت لانه عمالة شيك متل ما انا شايفين انه هاي الايموجي ما الها واضحة بالاساس انه ايموجي فخلينا نتراجع عن عملية الحزف طبعا الرقم كان ستة وهلا الايموجي او الويدجيت رح تطلع بشكل صح اذا كان بدي اضيف اي واي ايموجي او اي ويدجيت جديد فانا من ضمن الويدجيت المبنية ضمن البولي بار في عندي ممكن اني اختار اي واحد من الموديولز اللي موجودة هون واذا اجيت لكل واحد من هون رح شوف كيف كيفية استخدامه فبالنسبة للباك لايت لاضاءة الشاشة ممكن اني استخدمها كمان اذا رجعت لهذا القسم رح شوف كيفية استخدامها كمان في عندي بالنسبة للبطارية بالنسبة للسي بي يو هلا نقطة اخيرة انه هي البولي بار للأسف ما بيدعم اللغة العربية فانا اذا كان في عندي سكريبت بتعرض كلمات باللغة العربية ما رح تطلع عندي اذا كنت موجود بصفحة اللي انا هون بالبريف ما لي فاتح اي صفحة عنوانها عربي فالعنوان بهذا القسم اللي هو اسم البرنامج اللي انا فاتحه ما رح يطلع عندي هاي المشكلة من البولي بار وما في الها اي حل لانه البولي بار ما بيدعم اللغة العربية بتمنى يكون الفيديو عجبكن بلتقي فيكن بالفيديو الجاية وبامان الله